مرحبا بكم مشاهدنا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا البت المباشر تحية مساء عطرة لكل المتابعين اينما كانوا سواء داخل المغرب وخارج المغرب كانت من لكم الليلة سعيدة باذن الله تعالى وبركته وكل ليلة اه كنحاولوا دائما اننا نربطوا اواصر التواصل معكم وندرت شو معكم اه في اطار هاد البرامج اللي كنديروها من اجلكم من اجل ان تعمل افادة والاستفادة بطبيعة الحال وموضوعنا الليلة هو يعني بعد يعني اه الرجال الذين يعنفون يعني اه زوجات ديالهم وهل يعني العنف الزوجي اه وسيلة لاتبات الرجولة يعني كنشوفو مجموعة من الرجال يعني العنف صراحة اللي ولا منتشر في الوسطة الاسري والعنف يعني ولا بطبيعة الحال اه بشكل كبير مستفحل يعني في الاوساط ديال اه العائلية ديال الناس بطبيعة الحال فا اه صراحة اه العنف يعني الزوجي ولا كي يشمل ايضا يعني حتى العنف ضد الاولاد يعني اه ليست الزوجة فقط هي من تتعرض للتعنيف بل ايضا حتى الابناء هم الاخرين يتعرضون للعنف اه شنو الرأي ديالكم اخواني الكرام لان اه مجموعة من النساء اليوم يشتكون ويعانون الامرين بسبب العنف الممارس ضدهم خاصة في المجتمع المغربي لولينا يعني ها الضائرة والتي انتشرة بشكل كبير بل هناك يعني علاقات الزوجية التي تحولت من علاقة اللي كيسدها الحب والود الى علاقة مكهربة ومتوترة وسببها هو اه ان الرجل اصبح عنيف جدا ويمارس شتى انواع العنف سواء العنف اللفظي والعنف المعنوي والعنف ايضا الجنسي والعنف اللي كيوصل في بعض الاحيان الى اه الضرب المبريح وخاصة يعني حينما اه يقدم الرجل يعني على توجيه مجموعة ضربات الزوجة ديله يعني واللينا كنشوفو كم من زوجة خرجت ووجهها منفوخ وعينها ومتورمتين وهادشي يعني صراحة واللينا كنشوفو يعني اوكين الرجال اللي كيحاولوا دائما انهم يمارسوا العنف ضد الزوجة ديلهم باش انهم اتبتوا الرجل في حين ان الرجل لا يمكن اتباتها بالعنف باي حال من الاحوال فالرجل افعال الرجل معاملة حسناء الرجل كلمة طيبة الرجل ايضا اه هو ان اه تأخذ بيد هذه الزوجة وترافقها و اه يعني اه تمنحها الحنان والحب والوقار بطبيعة الحال فا اه يعني مجموعة اه لي اه ديال الرجال اللي ولينا كنشوفوه هده هده كتقول كين العنف اللفظي هادك راجل ما عندوش شخصية هادشي مجرب اخت الكريمة يعني مجموعة من الرجال اليوم يعني ولينا كنشوفوه صراحة اه كي عن نفوز زوجة ديالهم اه تحيتي لك اخي انيس اه شكرا لك اه رفيقة منك يقول انهم ذكور بعاد كتير من الرجل شكرا لك اخي الكريم يعني حتى النسب ديال النساء ضحي العنفة اولو عنا اه مرتفعة بشكل كبير يعني اه كيفة للاطفال يعني انهم الاطفال اللي كيشوفوه الاب ديالهم يمارس العنف ديالو الجسدي للام ديالهم كيفة لهم ان يعني ينشوفوه في واحدة بيئة مليئة بالعنف مليئة بالضرب والجرح وايضا مليئة بالالفاظ النابية والالفاظ اللي ممكن كتشكل اه عقد نفسية في الحياة ديالهم وبتليف تحت تكوين النفسي ديالها اولا الاطفال ربما لن يكون سويا وسا اه يعني اه غادي كبروه بطبيعة الحال فوحد اه جوه مو كهرابه ايضا احتع المستوى اه الدراسي ديالهم وايضا احتع الحياة ديالهم المستقبلية فاللي هناك نشوفوه يعني اي اه اه اسرة والتي يعني كيتمرس في العنف كنشوفوه هاد شي كي يظهر على الاطفال اللي كيقول لهو كيعيشو في واحدة الجاحيمة وفي واحدة تخوف وبالتالي فسؤالنا اين الخلل ولماذا اصبحت اه يعني مجموعة من الاصار تعاني الويلات بسبب هاد العنف الممارس ضد المرأة خاصة الزوجة. فاللينا كنشوفوا بانه اه الزوجة يتم يعني تعنيفها بشكل مبريح وايضا مستمر وبالتالي كتكون هاد يعني الظاهرة كتكون لعواقب صحية. سواء من ناحية الجسدية والنفسية على حد سواء بطبيعة الحال. والعنف يعني الجسدي اه هو عنف موجرم قانونا وبالتالي فاليوم يعني لا كان الراجل بشأنه يتبط الرجولة ديله بها الطريقة فهذا ليس برجل وانما يعني اه تغيب عنه الرجولة لان اي رجل فاي رجل يعني كي يضرب مراه فهو ماشي راجل ودشي بطبيعة الحال متعرف عليه اخواني الكرام اه عبد النبوي مع تكي قل لا لا العنف ليس حتى من دون ابناء اكيد اخي الكريم العنف لا يولد سوى العنف والعنف مع امره كان حل اه فصراحة اه مآسي انسانية كتشهدها مجموعة من البيوت وبالتالي فكانت تمنى ان هذا الامر انتهي كانت تمنى انه انا ما نبقاش نشوف يعني كترة اه زوجات لمعنفات لان اه اه الزوجة حينما تتزوج في يعني كتزوج باش انها تستقر في الحياة دي لا باش انها تبني حياة افضل وآه تنعم بالسكينة والهدوء الطمأننة وكتب حتى على زوج حنون زوج يعني ودود يعني يحب لها الخير وايضا ليعاملها معاملة حسنة وليس معاملة سيئة واللي اه دائما اه كتغلف فيها الالفاظ النابية وايضا المعاملة اللي ربما تصل في درجة الاحيانة بانها اه تحس بنفسها بانها محتقرة ومنبودة وبالتالي فاه كتير من الامور يعني اه تقع داخل مجموعة من البيوت وبغينا ايضا تجارب دير بعض النساء كيف يتعاملنا مع الازواج العنفين الذين يمارسون عليهن العنف يعني بغينا بعض تجارب الا كانت يعني اه نساء هنا يعني اه لهنا تجربة في هذا الصدد يشاركوها معنا لانه هذه الظاهرة صراحة ولا تظاهرة تس اه تستدعي واحد نقاش اه ان شاء الله اللي يبغينا يكون نقاش هاديف اه ونقاش اه يكون اه نقاش متمير باذن الله تعالى فالعنف الاسرة والعنف الموجه بطبيعة الحال للنساء يعني موجود في جميع المجتمعات وليس المجتمع المغربي فقط وبالتالي الا انها يعني المجتمعات العربية ولا فيها درجة كبيرة ديالها هذا العنف الموجه ضد النساء وهو اه بطبيعة الحال ما يكرس لدينا اه موج دماع اللي ربما اه خرج من نطاق اه الود والسكينة والاستقرار في الحياة الزوجية الى حياة مكهربة ومتوترة فاللينا كنشوفو ان مجموعة من النساء اه يشتكين ايضا حتى من العنف الجنسي وايضا العنف الجسدي ويمكن يعني اه ان يولد هذا العنف اطار نفسية وخيمة على المرأة المعنفة والتي ربما في بعض الاحيان تصل الى كونها اه تكره اه الرجال بشكل اه من الاشكال تحية لك محمد اه نطروك يقول اخي المجتمع المغربي مجتمع دكوري اكيد اخي الكريم فالمجتمع المغربي مجتمع دكوري وتسيطر على العقلية الدكورية وبالتالي فالنساء يدفعنا ضريبة هذا المجتمع الدكوري فكانت تمنى يعني ان الارقام ان شاء الله تنخافض ديال النساء المعنفات فالاغلبية ديال النساء المعنفات يعني كما قلت فهنا يتأثرنا بشكل كبير من ناحية نفسية وخاصة ايضا الجمعيات المهتمة بالنساء المعنفات يعني انهم يزيدوا في الحاملة التحسيسية ديالهم يزيدوا اه في هاد الامر لانه ولينا كنشوف ارقام مهولة ديال النساء ضحايا العنف بل منهم من يقوم بتعنيف الزوجة دياله ويتم طردها نحو الشارع كما رأينا في احدى الحالات اللي يعني تلقينا معها على المستوى يوم امس بالمحطة الطرقية بمدينة انزكان لصراحة قصة ديالها قصة مؤلمة جدا وكنت تتمنى يعني ان مثل هذه السيناريوهات لا تتكرر لاننا اه نريد اه مجتمع خالي من العنف مجتمع اللي فيه اه الاستقرار والهدوء السكينة لان الزواج يعني اه معمره كان مبني على العنف معمره كان مبني على العنف باي شكل من اشكال اه استيليس موديلسك تقول هاد نوع الرجال ليس برجال مساء الخير عليكم شفتي بمساء الخير واختي الكريمة تحية مساء عاطرة لكل لكل المتابعين ولك ايضا فبطبيعة الحال يعني الرجل اه اللي بغي يتبط الرجل دياله بطبيعة لحال يتبطها بالافعال وايضا بالكلمة الطيبة و و يعني بالتعاون وبالمساعدة ديال الزوجة دياله وايضا اه مشاركتها يعني في الحلوة المرة وليس يعني اه انه اه يضربها ويمارس عليها العنف سواء ان كان العنف لفظي. او اي عنف من اه انواع العنف. فتحيتي لك اختي الكريمة. شكرا لكي. فايضا يعني كنشوفوا من جمعة من النساء اللي كيتمارس عليهم العنف لدرجة انها في بعض الحالات يعني الخطيرة وصل هاد العنف اللي كيتمارس على اه الزوجة من طرف الزوج دي لها. الى حد الوفاة يعني شفنا حالة كثيرة وهذا الشيء بطبيعة الحال اه صراحة يؤدي بنا الى طرح مجموعة من ايش اه الاسئلة واللي اه نتمنى ان تلقى اجابات اه شافية من طرف المهتمين. ايضا نصوص القانونية تحت على اه تجريم العنف باي شكل من الاشكال سواء العنف الزوجي. وبالتالي فاي شخص يستعمل العنف ضد امرأة اه فعلاقة الزوجية دياله يمكن اه ايضا ان يؤدي به الى السجن. فمجموعة من اه النصوص القانونية اللي كتجرم اه تعنيف المرأة اه بالبتة. فتحية لك اخي محمد شكرا لك وكنشكر ايضا جميع المتابعين الاوفية وكنتمنى لكم ليلة سعيدة على امل يعني اللقاء بكم في بات مباشر اخر مع موضوع اخر باذن الله تعالى وبركته. شكرا جزيلا لكم على التتبع لمواكبة وتحياتي. اشتركوا في القناة